اهلا بكم يا رب تكونوا بخير جميعا اربعة كيلو من السابون السيل هنستخدمهم في غسيل الموعين غسيل الملابس هنستغل النهاردة ان شاء الله قشور البطؤان واليستفندي واللمون وهنحاول المكونات اللي نستخدمها تكون متوفرة وسهل جدا ان احنا نعصر عليها او نلاقيها لو اول مرة بتشوفوني معيكو اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي ان شاء الله هنشتغل النهاردة على مج من الزيت المستعمل قولنا قبل كده ان قبل ما نشتغل في اي منظفات لازم نروعي احتياطات الامان ونكون لابسين جلوز في ادينا مهما كان الصابون اللي هنستخدمه على درجة علي من الامان ولكن اكيد هيؤثر على بشرتنا على المدى البعيد محتاجة نص مج من المية المج ده هو اللي انا هستخدمه في اه كل المكونات اللي انا هستخدمها النهاردة اه نص مج نزلت بيهم في علبة طبعا كل حاجات دي مخاصصة للاستخدام المنظفات فقط ومعاي اربع معلق كبار من السودا الكوية او هيدروكسيد السوديوم او الكاترونا الكوستيك يعني على حسب ما انتو بتسموه في بعض الدول بتسميه البطش يستحسن وانتو بتستخدميه تكوني فتحة الشباك او لابسك امامة او مش غلا الشفاط لانه بيطلع منه ابخرة غلط ان انت يستنشقيها لو لا تقدر ان لا اه جي على بشرتك وانتو بتقلبي كده على طول قطنة او منديل وفيه خل وتمسحي كده مكان ما جيه ان شاء الله حيضيع اي التهبات ممكن تحصل اه بعد ما قلبنا وتأكدنا ان السودا الكوية ده بالتماما في المياه حنركنها شوية لحد ما تبرد ومعايا نفس المج في زيت اه مستخدم انا استخدمته الحقيقة مرة او مرتين بس طيب انا الوقتي دخلته المايكرويف حوالي دقيقة واحدة مش اكتر من كده الزيت حطيته في البولة ونفس المج اللي انا اخدت منه الزيت هستخدم كحول اه تركيز سبعين الكحول كان زمان يعني زمان صعب شوية ان احنا نوفره ولكن بعد موضوع الكورونا ربنا يا عافينا اه بقى متوفر جدا ولكن بلاش تشتريمي السوداء عشان هيكون غالي فدلوقتي بقى متوفر جدا في محلات مستلزمات المنظفات متوفر في المحلات المستلزمات الطبية ومتوفر كمان عند بتوع المنظفات يعني اللي هي محلات المنظفات مش بتوع مستلزمات المنظفات لأ المحلات نفسها اللي بتبيع ده الصبون السغيل والكلام ده كله بشوف كتير جدا المحلات موجودة عندها اه الازازة دي فيها لتر اه سعرها حوالي سبعين جنيه تقريبا او تمانين جنيه حقا ما بديتش عن كده يعني اه طيب انا دلوقتي نفس المعيار بتاع الزيت اخدت كحول او اقل معلقة مثلا طيب دلوقتي لازم 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 ان الكحول والزيت يختلطوا ببعض كويس جدا من اهم عوامل نجاح الصبون بتاعي او صبون الكحول لان صبون الكحول ده دايما ما بيكونش ليه حظ قوي معايا بس من ضمن عوامل نجاحه بصوا زي ما انتوا شايفين اهو الزيت والكحول تحسوا ان هما مفصولين عن بعض لازم بقى بفضل اقلب كده لحد ما يختلطوا ببعض تماما ولو انت مش حاب تقلبي فحطيهم على بعض واركنهم ساعة ورحة جاي بقى تقلبي فيهم حتبص لهم بعد ساعة تقريبا خلاص اختلطوا ببعض وده من اهم عوامل نجاح صبون الكحول طيب انا دلوقتي معايا تلاتة لتر من الميا والمكون المهم جدا معايا وهو اشور البرتقان واليستفاندي واللمون عامل من وصفات كتير جدا جدا في القناة والنهاردة ان شاء الله هنعمل منه الصبون بتاعنا النهاردة بصوا لما ركنته ساعة كده كان خلاص اختلط ببعضه تماما ودلوقتي كمان السودة الكوية كانت بردت لانه عد حوالي ساعة هنزل بقى بالسودة الكوية بالتدريج على الكحول والزيت مع بعض وهقلب وخليك حاليشة زي ما قلت لك وانتي بتنزلي بالسودة الكوية علشان حضر ما ترتاش على ايديك ببدأ بقى اقلب تقليب متواصل ومستمر على فكرة انتي ممكن تفضلي تقلبي كده لحد عشرين دقيقة علشان بس تكون صريحة معاكم علشان لو الناس ما عملتش صبون الكحول ده قبل كده تكون عارفة ممكن يربط معاك بعد خمس دقايق وفي ناس اول ما بتنزل بالسودة الكوية على الزيت والكحول بيربط على طول مش بيربط بقى يعني بنلاقي القوام تقل لا احنا بنبص نلاقيه بدأ يعمل حاجة كده زي ايه زي فتل لونها ابيض ومع التقليب برضو المستمر اه حيبدأ يبقى عامل زي العجينة البيضة اه اول علامة من علامات تصبن الصبون او تحويله لصبون هتبصوا تلاقوا وانتوا بترفعوا بصوا هنا غيرت بقى المضرب او غيرت العصايا الخشب لانا كنت بستخدمها وبدأت ان انا بتعامل بتكون اسهل بكتير زي ما انتم شايفين بصوا كده بدأ يبقى فيه حاجات بيضة كده اه وده خلاص معناه ان الصبون بدأ يدخل او الزيت والكحول اللي بدأوا يدخلوا في عملية التصبون قبل كده على فكرة ما استناش لحد يعني احنا عملنا نفس الوصفة وما استنناش بصوا يا جماعة الشكل العامل ازاي هترفعوا الاسباتيلا كده هتبص تلاقي الصبون جامد فيها اه احنا لو احنا خدناه كده زي ما هو بالشكل اللي انتم شايفينه احنا عملنا قبل كده الفيديو ده وجبنا تلاتة لتر برضو من المية وحطينا فيها معلقتين كبار من واللبن كويس جدا ونزلنا بالصبون كانش يعني ما كانش لسه جمد زي ما انتم شايفين قلما رفعت الاسباتيلا كده وبصيت لقيته خلاص بدأ ان هو يتجمد اهو كده انا قدر ان انا اخته قبل كمان ما يوصل للمرحلة دي وبرضو هيبقى آآ صبون معي عايزة بقول لكم على نصيحة مهمة جدا وغلطة انا دايما بقع فيها صبون وكحول بالذات محتاج التعامل بحذر في المية لان المية لو زادت في هيخف معاكي قوي قوي آآ ومش هتعرف ان انت تثبطي تاني او مش هتعرف ان انت تقوم بسهولة فانت المية تكوني حريصة وانت بتستخدميها واهم حاجة بقى ان انت كمان لما تجي تنزلي بالمية بتغلطش الغلطة لانا غلطتها دي لقد انت تنزلي واحدة واحدة بالتدريج عشان ما تعمليش صدمة للصابون بتاعنا فانت المية تنزلي بحساب وكمان تنزلي واحدة واحدة ما تنزليش بكمية كبيرة مرة واحدة طيب آآ طبعا هنا الكمية المية دي انا كان نفسي تكون اقل من كده علشان خاطر الصابون يبقى تقيل معايا انا دايما صابون والكحول ده بالذات بحب ان يعني مازاجة عندي كده ان اللزوجة بتاعته تبقى عالية قوي يمكن اكتر من اي صابون داني انتو عارفين ان في انواع كتير انا بجيبها بساعات بجيب الصابون الجاهز بحط عليه كاركوناتو بحط ملح وبزود مية وتمام لكن صابون الكحول ده بالذات بحب ان اقومه وبقى تقيل معايا قوي آآ ريحة البرتقون واللمون والليوست فاندي حلوة جدا جدا في الصابون دلوقتي معايا آآ لتر من المية حطت فيه معلقتين كبار من به كاركوناتو وحنزل بها على الصابون آآ من فضلكم معيار المية اللي بيستخدم في صابون الكحول بيكون بالنظر يعني زي زي اي صابون تاني مش شرط صابون الكحول بتبدأي تنزلي بالماية بالتدريج عشان زي ما قلتلك ما تلاقيش الصابون خف معاك الصابون لما بيكون تقيل اسهل حاجة ان احنا نعالجه بننزل بماية بالتدريج ولكن لم الصابون آآ خف طبعا بتكون مشكلة كبيرة طيب نفرض ان كمية المية كتكبر جدا جدا والصابون ما عملش معايا اي لزوجة هنعمل ايه عندنا حل من التلات حلول يا ام هنكيب كيلو صابون سغيل من بتاع المنظفات آآ مش شرط حاجة غالية وحننزل على الصابون بتاعنا يا امه آآ حنجيب آآ صابونة بلدي نبشرها وآآ نخفها باقل كمية مية اللي انا حطيته دلوقتي ده تلات معايا كبار من الجلسرين وانزلت عليهم بربع معاياة صغيرة من الالوان اللون اصفر عادي جدا ده اختياري مش عايزة تحطيه ما تحطهوش ولكن انا حطي التلات معايا من الجلسرين لو تلاحظوا ان انا مستخدمتش سكر خالص فاحنا دايما بنستخدم يا امه السكر يا امه الجلسرين عشان الصابون يكون نوعا ما نعمل قدينا آآ نرجع تاني لو الصابون تقل معايا حنا آآ سوري خف معايا حناعمل ايه يا امه بنحط كيلو صابون سايل يا امه بنجيب صابونة بلدي او صابونة غسيل آآ وبنبشرها وننزل عليها بقى اقل كمية مية سخنة وبعد كباية من المية السقعة فيها معلقة ملح عشان القوام معناه بقى تقيل جدا جدا وننزل على الصابون اللي عملناه يا اما الحال التالت بقى وده يعني انا عارفة ان هو مش متوفر عند ناس كتير لا وعندك طايلوز آآ هتحطي كباية مية مع معلقة من الطايلوز معلقة من بزاعة الطعام دي ممسوحة وحتقالبيهم مع بعض كويس جدا جدا يعني هتخلطيهم برا وبعدين هتنزلي على الصابون وهتلاقي القوام تقول لكم لنا عارفين ان الطايلوز يعتبر آآ مغلس قوام آآ وبننزل على الصابون بتاعنا اللي انا حطيته دلوقتي معلقتين كبار من الملح آآ حطيت معلقتين من الملح في آآ كباية من المية وقلبتهم كويس ونزلت على الصابون طبعا زي ما احنا شايفين ان الصابون سخن جدا فبالتالي مش هتكون فيه اي لزوجة ما تقلقوش انما لما بنسيبه يبرد لحد تاني يوم تاني يوم لازم نسيبه يوم كامل علشان خاطر نقدر نحصل على القوام السليم بتاعه صابون الكحول اهم اهم معلومة عايز اقولها لكم النهاردة ان صابون الكحول بيكون بتاعه عالي هو حلو للملابس البيضاء والملونة ولكن بالنسبة للملابس السوداء طبعا ما نصحكوش لان هو مع الوقت هيبدأ يخلي الهدوم آآ لون هيتغير الهدوم السوداء يعني وبالنسبة للمواعين هتحط معلقتين كبار من الخل على المية اللي انت هتخففي فيها الصابون يا اما بقى تركنيه آآ اسبوع علشان تبدأي تستخدميه لان الصابون بتاع آآ سوري البي اتش بتاعه بيكون عالي فحتى لو انت هتلبسي برضو يستحسن ان انت تعطي معلقتين كبار من الخل آآ علشان خاطر آآ تخففي البي اتش بتاعه الرغوة بتاعته ما شاء الله بتكون حلوة جدا بينضف معايا حلوة قوي بنضف الملابس بنضف المواعين آآ انصحكم انتو تجربوه ويربي يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم آآ اقوموا جربوا الوصفة دلوقتي حالا وان شاء الله معاياكو تحت امركو فاي سؤال هتحتاجوه شوفكو الفيديو اللي جاء على الخير والسلام عليكم رحمة الله وبركاته